تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهم الشقيقين كما تأتي تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو أفاق أرحب في مختلف المجالات يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين وتعد هي الأولى من نوعها للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر وتأتي تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعيدة وسيبحث السيد الرئيس خلال هذه الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور وتنصيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي